نروح لجزئية تانية وجزئية مهمة واول سؤال فيها ما رأيك في الانتقالات الصيفية للنادي الاهلي كافية سوق انتقالات قوة للنادي الاهلي ولا ضعيفة لا انا مش شايفه بالنسبة للنادي الاهلي وانت هتخش من الاهلي للزمانك عايزة افرق بين حاجتين في حاجة اسمها تدعيم وفي حاجة اسمها احلال ايوة النادي الاهلي مش محتاج احلال محتاج تدعيم فوق محتاج تدعيم فالتدعيم بيبقى في مش كبير ليه محتاج تدعيم النادي الاهلي عمل اللي هو كان محتاجه اه كان مجبر عليه لكن عمله وهو اراحة نجومه اللي كانوا في ثلاث سنين متواصلين استهلكوا بشكل كبير جدا وده كان مطلب ده كان مطلوب خلص دي يدعم صفقتين تلاتة او اربعة بالكتير اوي هقولك اهمهم ايه يجيب مدرب كويس يدير المجموعة اللي موجودة ويطور ايوه المجموعة اللي موجودة مجموعة هيلة جدا حقق بطولات وكلهم سنهم مناسم جدا ناس خرجت خرجت ما بين اعارة وراح مشي مثلا احمد ياسر ما بين صلاح محسن اعارة بنون بيع بدر بنون بيع والباقي من تاني ميكي سوني اقوي ميكي سوني ام ده حاجات كلام مش كتير محتاك الددعيم جاب شدي حسين صفقة هيلة مصطفى مستقبل واعد جدا واسمه برونو برونو سافيو صفقة هيلة شايفو صفقة هيلة محتاك طبعا حد اجنابي تاني مهم جدا جدا ملحقش في دا يعني انا شهر ونص مارسينيو هو كان خلاص على وشك يضم مارسينيو او جي مارسينيو او مجاش الصفقة اللي يجيبها لازم تبقى جامدة جدا صفقة مركز ايه انا في رأيي انا راس حربة راس حربة مش جنيح اه رأيي انا راس حربة فنان الاهلي محتاج تدعيم ميش رأس حربة عندك شدي حسين دلوقتي وعندك محمد شريف وعندك وحسام حسن وحسام بيرستاو بيلعب المركز داوت حتى برونو سافيو بيلعب مواجم تاني كان في الفرق اللي بيلعب فيها ينفع يلعب استراكف لو احتاجته مفيش مشكلة فيبقى خمسة تقريب ايه مفيش مشكلة هتحتاج مواجم كمان عندك اتنشر جناح اه بالظلط اتنشر جناح كواسين جدا ناقصهم التطوير والانتاج يزيد لعبها حيلة وقدوا فترات كتيرة فترات كتيرة قدوا اداء رائع مع النادي وخدوا بطولات وعاشوا عاشوا البطولة وعمرهم كويسة جدا ومناسبة جدا كلهم بدون مش عايزة اقول فلان وفلان وفلان كلهم انت عارفوا تمام لكن محتاج محتاجين تطوير وانا جبتوا مدارب كويس جدا عشان دا فانت عملت تدعماتك بعدين جبتوا مدارب كبير نشتغل عالتطوير بتاعهم طبعا فتر اعداد مكادش كفاية قوي لكن هو طبعا المدارب حاجات مهمة جدا رجوع اقرب رجوع متولي فانت انا مش شايف النادي الاهلي محتاج احلال لأ النادي الاهلي اللي عملوا دا كويس جدا وحتاج صفقة اجنبية اللي هي الخمسة مش كده وحتة تحت السيني دي اشتغل فيها براحتهم لانها كل شهر في تأييد